بسم الله الرحمن الرحيم ازايك وشباب النهاردة هنبتدي اول محاضرة من محاضرات الكلين كود هنتكلم عن الميننج فول نعمس طبعا احنا منشتهل من كتاب كلين كود الهندبوك اف اجاي سوفتوير كده في تسمى الشيب لروبت سي مارتين طبعا كاتب هاكم من الشهير Even bad code can function But if code isn't clean it can bring a development organization to its needs يعني بيقول الكود ممكن يكون شغال بس bad code ممكن يجيب الشركة على رجليه يعني يقفل الشركة طب ليه ممكن bad code يقفل الشركة انت عملت project دلوقتي بعد سنتين ثلاث سنين هتيجي شركة تطلب شوية تعديلات غالبا معظم المبرمجين في الشركات بيعودوا من سنتين لثلاث سنين ويبدأ انتقل الى شركة اخرى فلو هيجي اللي هيجي بعديه اكيد هيجي واحد تاني حتى لو هو هيجي برضو يكمل في نفس المشروع يحاول يفهم ايه اللي كان كتبه اصلا مش هيبقى عائف هيجي حاول يزود في المشروع مش هيبقى قادر يزود function جديدة ويعدل function فهيبقى الموضوع بالنزول صعب فبالتالي هيبقى في تبعات على الشركة في الكلام ده ان هي هتدفع طبعا هتتاخر في تسليم مشروع هيبقى سمعتها وحشة ففي الاخر مع مرور الوقت ومشروع ورد تاني بنفس المشكلة تبدأ الشركة تتراجع وارباحها تتراجع وتقصر وتقفل برضو مارتين فلور بيقول لنا any fool can write code that a computer can understand good programmer write code that a computer can understand that human can understand يقولك انت تكتب code ال developer اللي هيجي بعدك يقدر يقراه مش مجرد ان هو بيرن ويشتغل الكمبيلر ويشتغل كويس وطف clean code طبعا دي بس الصورة for fun يوضح ان clean code هو اللي بيجي ان good code هو اللي review عليه بتبقى كويسة والbad code بتبقى التعليقات عليه سيئة فنقدر نقول ان clean code هو easy to understand the structure easy to understand the logic reason for decision or the comment clean code اللي انت تقدر تفهم structure بتاعه الهيكلية بتاعته من مجرد بس رؤيتك وقرأت لي تقدر تفهم ال logic behind it طريقة حل المشكلة ايه في كتبة الالجوريزم من مجرد كتبت الوستادم الالجوريزم كده ومجرد كراءة سريعة كود برضو من حاجات تخدمينه عنده clean code ان decision اللي خدها استخدم مثلا insertion sort ما معنى الالجوريزم اللي استخدمه في solution بتاعه ال decision اللي خدها لنحل ال problem دي لازم تكون documented ورابع في كده يبقى فاهم هو هيعمل اين فهنقول هو clean code readable maintainable extendable working code does what it supposed to do بيعمل هو مطلوب منه مطلوب يعمل واحد من ثلاثة good code هو combination من clean code و ال working code طبعا clean code لازم يكون readable and enhanced by other developments ليه ال readability مهمة جدا 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 زي ما قلنا هتبقى دايما بيحصل change في project وال application والكود ده بيحصل باستمرارية مع تطور انظمة التشغيل المتطلوبات زياده بتطلع نفس الوزر لما يطلب application و يرجع يطلب تغييرات فيه مع تطور requirement مع تطور الشركة مع التفاعل مع application الحقيقية ويبدأ يظهر مشاكل و ال change في كود ده دائم باستمرارية فانت لما تيجي تغيئ هيتطلب منك تغييرات في كود هيبقى الموضوع صعب لو كود مش readability صعب حد يقراء و يفهمه عشان يغير فيه فالprocess عشان نعمل change لأي كود نفع ال component نغيره نرى المشكلة المشكلة نغيرها رائد الكود الجديد نعمل test فالreadability هي وفر في الوقت save your time هي prove maintenance هي كود أسهل increase extendability هتقدر لما تحب تضيف فانكشن جديدة لكود هيبقى الموضوع أول نصيحة بيقول لنا بوب مارتين عشان نكتب clean code use intention revealing names يقول لك استغنم أسامي توضح هي معناها ايه او مطلوب منها ايه تكشف عن محتواها يقول لك choosing good names take time but save more than it take اي نعم انت هتفكر اتفكر في وقت كبير عشان تبطر اسم معين لـ variable بتاعك or function او class بس هيوفر معاك وقت بعد كده the name of viable function or class should answer all the big code اي نعم عشان نقول عليه نعم كويس الاسم الفربل ده كويس لازم يجاوب على الثلاثة أسئلة what it exists what it does how it used هو مابود ليه ليعمل ايه يستخدم الزهر يقول لك برضو لو name require a comment than the name does not reveal its intent لو النام ده محتاج تكتب جنبيه comment عشان توضحه ويعمل ايه ومعناه ايه فده معناه bad name مثال بيده لنا برضو بيقول لي the problem is not the simplicity of the code but the simplicity of the code the degree to which the context is not the simplicity is in the code itself يقول لك ان سهولة الكود مش في هالكود سهل ولا لا ولكن هالكود صريح في توضيح معناه ولا لا مش لازم اقرأ المحتوى بتاع الكود بحسب معناه بحسب معنى الكود معنى الكود مضمون داخل ال context لانا محتاج اقرأ كود مرة واثنين وعملت ريس على الورق عشان اعرف المعنى المطلوب من الكود ده مطلوب منه ايه فميدينا مثال الكود اللي قدامنا ده ميدينا بيقول لنا عندينا function اسمها getSim بتبينوها public return list of type array of integer طبعا الarray list ده اسمها list one وعندي full loop variable اسمه x بلوب اي تريت على variable اسمه the list وعندي condition يقول ل x of zero equal equal for يطرى magic number 4 ده معناه ايه وبعدين في الاخر برجع بحط الكلام ده كله في list one وبرجع list one وفي هنا اسئلة بتظهر ليه يطرى جيت زمي دي بتعمل ايه ايش معنى برجع array of list functions the list اللي بلوب عليه ده بيعمل ايه يطرى الarray x ده x of zero ايش معنى alt x of zero ايش معنى معناها ايه ويطرى for ده indicate ل ايه و list one هستخدمه ازاي انت كود قدام قعد خمس دقايق حاول تفهم كود ده عاوز ايه لو كود ده قدامك كده هل انت فهم محتاج الطلب منه التعدل فيه قبل حاجه تقول ليه مش فهم اصلا ده بيعمل ايه محتاج حد يشرح للكلام ده بعمل ايه هل فيه comment اي حاجه تقول لي فدي بيوضح لك مشكلة التسمية مهم جدا جدا طب ازاي هنعدي الكود ده طبعا ده الاربع اسئلة اللي احنا طرحناها من شوية فهنا هو كان بيقول لك ان كود ده كان هو جزء من بروزيكت كبير لي موينس ويبر جيم بيقول لك ان الفرب زالست ده هو game board الاربع اسئلة معناه ان السل ده يعني بيقول لك خلي مارك هنا في في مين في كومبيلر فتعال نغير الكود هنغير اسم الفانكشن خليها جيت flagged cells هنخلي ان الريزة الليست دي هي أو الليست 1 هنسميها flagged cells وبدل من نسميه variable x هنسميه cell وبدل زالست هنسميها game board وبدل من نقول index 0 أو subscript 0 هنسميها status value وبدل من نقول 4 equal equal 4 هنسمي constant variable نسميه flagged وبالتالي لما نجي نقرأ كود كده من الاول نقول نجيت flagged cells بلو كل cell بتلوب على game board ويطرى الصل الستاتيو بتاعت السل دي ايه؟ لو هي هي flagged فضطها في list اسمها flagged cell return flagged cells فاعتقد الموضوع بقى readable اكتر بقيت انت فاهم الكود ده مطلوب جزء من ايه؟ جزء من لعبة وانا اعاوز ارجع flagged cells بيقولك احنا ممكن نحسن الكود افضل من كده اللي احنا نقرأ نقرأ class اسمه cell ونقرأ 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 الابجيكت الاسمه على game board ونقرأ الابجيكت الاسمه ونقرأ 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 اللي هي هو account ممكن يكون اكاونت ده variable type بتاعه حاجة تانية وما تسموهش مثلا account list وهو اصلا مش list فخلي الاسم اي نعم هو ممكن وعشان هو group of account ممكن يكون نوع boolean pro of force ممكن يكون نوع integer value flagged مش شرط اللي هو يكون فمش معنى هو اسمه accounts فانت تسئول اخلاص خليه account list في حادث اللي هو مكانش list فبيقولك just plain accounts would be better فهنا بيتكلم في قصة disinformation اللي انت ما تضيفش على الاسم حاجة ممكن تتفهم بمعنى تاني برضو بيقوله beware of using names which vary in small ways لها بتختلف يكون الاختلافات بينها اختلافات بسيطة زي variable دولة ممكن في الكود وانت نازل تحت ده فيه فرق اختلاف بسهو حاجات بسيطة منهم فتيجي تبدل او تستخدم مكان التاني برضو من المشاكل كبيرة اللي انت ممكن تستخدم مثلا حرف l or 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 as a variable names فانت بسهب في المثال ده يا طرق هل equal l ولا معناها واحد هل هنا ده zero equal equal one ولا equal equal l وطبعا دي تبقى مشكلة كبيرة بيقول تجنب مثل استخدام هذه الحروب في تسمية الفرق دخل لو انا جالها لك في الامتحان جالها لك بالشكل ده يا طرق انت هتقول لي ايه يا طرق هو طرق يقارن l ده variable l ولا variable o ولا zero ولا ايه بالزبط فالموضوع هيبقى فعلا صعب دخلوا انت لو انت بتيجت شغال في كوت يحصل ارتباية كبيرة بالتالك نصيحة بيقول لي يقول لك انة البروغرامة Create problems for themselves وانت زي write code slowly to justify a compiler or interpreter يقول لك ان احنا كبرغرامة بنيجい مسلا عشان نستسهل محتاجين نقول ايه واحد ايه اثنين ايه ثلاتة ايه 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 واحد ايه 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 السيدة تعال نشوف مثال هيوضح احسن برضو بيقول ان says naming a1 a2 an an هو مش disinformation مش بتقدم information غلط بس non informative مش بت reveal of its intent فنشوف مثال مثلا احسن بيقول لي فانكشن دي كابي شارز بيتكابي الكاركتر فهم من قريه لقريه تاني يا طرى لو انا جيت بقى بند عليها بند عليها بقى في المين فيا طرى هبقى عارف انا بنقل من اي واحد ل اي اثنين ولا من اي واحد ولا من اي اثنين ل اي واحد يا طرى مين السورس ومين الديستنيشن فهضطر لو هي بقى افرد ممكنش عندي السورس كوت انا بستخدم ايه بآلس يعني بقى اي س دي لبرغرام التاني يستخدمها وميعرفش السورس كوت فمحتاج يرجع ليه الديكمنتيشن عشان يعرف مين السورس ومين الديستنيشن فا اي واحد اي اثنين وشغل صح لا فدا مش ديس انفرميتف بس نان انفرميتف انا مش عارف مين فيهم السورس ومين الديستنيشن فكان اثر حاجة فالحل اللي هي اسامي ده سورس وده ده ديستنيشن فبالنسبة لي الموضوع هيكون ايه اثر دي الجزء اللي انا اتكلمت عليها من شوية eliminate noise فاكرين لما اتكلمت عن قصة الديس انفرميتف اللي هو كان عامل اكاونت وقلت هو ممكن كان بسميه اكاونت لست ساعتها كان ممكن ما تسموهش اكاونت لست غير لو هو لست فعلا انا بقول لك انت مضيفش اصلا كلمة لست حتى لو هو لست اللي دي تعتبر بدوندونت بتزود في الكود اعرفاضي وخلاص ما انا عرف لو نيم سترينج ايه اللي هتفرق عنها لما نسميه name اكاونت هتفرق ايه عن انها اكاونت لست هنا بيقول لي الرابع نصيحة use pronounceable names استخدم اسماء يمكن نطقها وفهمها تعال نشوف المثال ده بيقول لي private date مودي مودي مش عارف بي اس فالموضوع بقى صعب جدا حتى مش هتقدر تفهم معناها تعال نشوف من ناحية التانية لو كتبناها بطريقة اوضح private date generation time stamp private date notification time stamp private date notification time stamp private final string record id مودي فواضح الفارية بول مطلوب منه ايه وعوظين منه ايه حاجات بسيطة زي دي اللي بالكم ممكن انت تكون مقدم في الشركة كاتب كود ده ده واحد كاتب كود ممكن كون ده بيرن وده ما مشتغلش يعني تخيل بقى انا عالتخيل معها الموطف ده انت وصحبك انت بعدت كود بيرن تمام لشركة مقدمين انت اتطلب منه فانت بتبعت الكود بتاعك اللي هو بيرن وصحبك بعت الكود ده هو ما يكونش رن يعني بس قرب من الحل الصحيح فلقيت ان صحبك توافق عليه وانت اللي الكودك بيرن ما تفقش عليه فتفهم تقول ده بقى وسطة ولا كوسة ولا ايه بالزبط فيه فرق بيجي يعمل ايهاليواشن للمتقدم للوظيفة بيبص الحاجات كتير مش جاست اللي هو خلاص اللي هو نفذ التاسك المطلوبة منه لا نفذها ونفذها ازاي وهل هتنفع وتمشى على سيستم الشركة ولا لا هل هيجي بعديها هيقدر يكمل ولا لا ولحظات بسيطة زي ده هتفرق في حياتك العملية كتير النصيحة كمان بيقول لي استخدم اسامي تصلح لان انت تعمل بها سيرش يعني ايه طب ما عادي مفاشحة يعني ايه برده مش هاه يعني بيقول لك انت ايه انت بي انت سي انت دي ترى ايه و بي و سي ده هلما هتيك تعمل بقى تعمل كوترول اف او كوترول اي عشان تعمل سيرش في الكوت بتاعك لو كتبت ايه تخيل بقى انت بتعمل ايه هتطلع لك بقى ايه كم ايه عندك في السورس الكوت بتاعك كم سطر فيك حرف الايه فانت بيحتاج بقى فمش منطقي صح لو انت بتكلم في عشرة الاف سطر خمستاشر الف سطر اروح ادوع على حرف الايه في خمستاشر الف سطر فعشان كنت بيقول لك استخدم السيرش فمسلا لو انت عندك فول لوب وتقول بتلوب على حاجة تقول ايه اقالي من خمسين ترى الخمسين ده قصد بيها ايه فتتساميها مثلا لو قلت ان ايه اقالي من ماكس كلاس بير ستيرن عرفت ان انا بلوب على عتد الستودنت في كل كلاس فالماجيك نمبر يعني ترى انت بتكت تسأل يا ترى الخمسين ده كان قصد بيها ايه خمسين ده عادل شجال يقول عليها ماجيك نمبر برضو حاجة نصيح تاني يقولك لو انت بقى خلاص عابد تستخدم يمكن استخدمها قل لي لو بيستخدمها في short muscles يعني inline function هتستخدم الvarial ده بس في سطر او سطرين زي حرف ال i مثلا احنا عارفين اول ما تشوف في variable i انت عارف انت تستخدمها عشان تستخدمها في الحاجات اللي زي ده ممكن تستخدم short names اللي هي one single اطر برضو بيقول لك طب احنا امتا نسمي short name و امتا نسمي long name بيقول لك the length of the name should correspond to the size of its scope لو هو بيستخدم على نطاق واسع في الكود يعني هتحتاج تكتبه في الكود فهو متى تعمل السيرش هتدور في سطر كتير بيفضل يكون اسم كبير وواضح هشان ما تيجي تعمل السيرش يبقى اسهل ويبقى عدد الاحتمالات في السيرش اقل لكن لو هو بيستخدم على النقطاغ دايق يعني مش بتستخدمه كتير في الكود يبقى ممكن تستخدمه short name او single letter تعالوا شوف مثال مدينا for loop برضو دي بيجمع فيها حاجة كتير عندك هنا بيجمع مثلا concept كتير يطرى السبع دي اصده بيها A يطرى T دي بيعمل بها A يطرى S ده بيعمل سميشن لأيه فبيقولك ان السبع دي هي number of subject فهتروب G اقلق number of subject وهتعمل ان الس دي تتضح انها total grade والT ده student grade كل student فبقى readable وقلق ولو السبع دي متكرر كتير في الكود فسهل لان اروح اعمل عليها سيرش بكلمة number of subject نصيحة اخرى بيقدمهنا بو مارتن بيقول لنا لما تيك تسمي class name بيقولك good class name should answer the question who classes and objects should have noun or noun phrase names like customer page account and address عشان كده class name لازم يكون noun و يفضل يفضل اللي هو avoid اللي هو اسامي noun derivative from verb زي manager processor data information لكن هل لو انت استخدمتها غلط لا مش غلط يعني انا متفق ان احنا ما ينفعش تستخدم verb فيه class لكن هو لازم نستخدم noun يفضل دايما تستخدم noun الاول حاجة بعدين لو ما اله تستخدم noun derivative from verb الثاني حاجة برضو مثل زي ما قلنا ان class لازم يكون بيجاوب على سؤال who لازم يجاوب على سؤال what does it do و لازم يكون verb phrase names like post payment delete page or save هنا بقى فيه نقطة مهمة جدا يقول لي when constructors are overloaded use static factory methods with name that describes the argument يعني ايه الكلام يقول لو انت عندك constructors كتير عشرة constructors وجدت كاريت منهم object يترك استخدر any constructors فيهم فانت عندك constructors بياخد on variable ون constructors ثاني بياخد 2 variable ون constructors ثاني بياخد ثلاثة variable كي ترى استخدم انهي واحد فيهم فهذه هتبقى مشكلة كل واحد بيستخدم لايه ومعنايه تعال نشوف مثال احسن على الكوت مثال زي ده class اسمه address بياخد طبعا فيه variable الخاص ب street district state country building number building number floor number apartement number number عندي اول constructors address بياخد street variable building number street district و address ثاني بياخد 7 variable وممكن ما عندي address ثاني بياخد 6 وادرس ثاني بياخد 5 او 7 او 8 لو جيت مثلا فمثلا فمثلا لو جيت اكريت object هنا address اسمي d مثلا او 9 address هنا اطلع لي to construction constructors بياخد ثلاثة variable وياخد 7 variable ممكن يكون فيه 4 وخامس و6 طرأ كل واحد بيستخدم لأيه هاعمل بأيه هنا دي بالمشكلة بتظهر بسبب حاجة overloaded كمستركتور 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 ما ينفعش أغير فيه ما ينفعش أغير اسمه ومش بريتن طيب طب ايه الحل؟ الحل اللي نظهر اسمها Static Static Factory Methods فكرة Static Factory Methods ايه؟ نوعها Static ما معنى Static؟ ان Static بقدر اندح عليها باسم والستاتيك دي تريتيرن A الكونستركتور فنعملها ازاي؟ نرح واخده نفس ToFunctionDoleat ToConstructorDoleat واسميهم بميننج فول A names فمسلا نلاحظ الادرس الاولاني هو عبارة عن بياخد information قليلة عن الادرس فممكن اسميه short create short address create short address create short address طبعا دي بيصد عادية فخليها public و static وهترجع بقى object من مين من القرص اللي اسمه address الادرس تمام؟ طبعا هنا بقى هترجع بقى return 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 new address واتخد واتخد مين اجتسري variable بتواند هم دولت نعمل نعمل نفس القصة هنا يبقى public static address بس المرات هنسميه long address long address long address هنا بقى طبعا هنا هيرجع return new address فنمسح variable فنمسح u address نعمل نفس variable و هنا نقدر بقى نروح لي المين ولو حبينا هنمدع عليهم هنمدع عليهم ازاي زي ما نكاتب هنا هنقول هنقول بقى الاولى create short address وهنا هتبقى address create long address فبقى الموضوع اسهل كاريدة بالاكتر فانت هنا اسمي class بقى بقى create short address وترجع لي new object تحطه في short address و create long address وترجع لي object وتحطه في مين في full address ده concept الخاص بالستاتيك فكتور اسهل احيانا عشان كده اقدر اكاريت object عادي انا اكاريت address اس اهو اس مثلا قلني ادرس هقدر اكاريت object بس انا اعاوز امنع اليوزر اللي هو يكاري يستخدم المشكلة بالحال لانا اخلي المشكلة نوعه فكده انا هكبره اللي هو يستخدم المثلز 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 ندخل المثلز المحضر نحن نقوم بس كاته المثلز 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 نقوم بسكينشوت نقوم بصدر المثلز باب مارتين أفويد إنكودينج يقول لي إنكودينج تضيف إنكودينج للمسمى الفاريابل دي حاجة ستزود في صعوبة الكود بعض الشركات بتحط رونز لتسمية الفاريابل والفونكشن بلاس عشان يتميز كودها أو لي هدف ما هنعرفه كمان شوية لتسمية الفاريابل معرفة الطيب معرفة تلسكوب عشان تسهل على البروغرام الأخرين اللي هم يكملوا في الكود طيب ليه هم بيعاملوا كده زمان كنا بنكتب الكود على النوت باب بالتكست فائل عادي بنيجي نعمل له كومبيليشن و بنعمل له كومبيليشن على كماند لاين ما كانش فيه ايضا صرف زي دلوقتي بتسهل لنا الدنيا فانت كان مثلا محتاجين مع ألاف سطور كان هو لما كريت فاريابل محتاجه هيعرف هو نوع انتجر ولا لا هو كان استاتيك ولا لوكل ولا غلوبل فكان محتاج اللي هو مش كلشه بقى هيرجع فكان عملية الإدتينج صعبة فكان محتاج حاجة تساعده تسهله في كتاب الكود عشان يتجنب الكثير من الأخطاء من أشهر النوتشن دي حاجة اسمها الهنجيريان نوتشن هي عبورة عن ايه الهنجيريان نوتشن؟ هي الفكرة كلها اللي هي بتعمل بريفيكس يعني بتضيف قبل مسمى الفاريول بتضيف مثلا كاركتر او اكتر عشان انديكيت الطيب او الاسكوب بتاع الفاريابل دا ايه for example the letter i might represent a long integer abbreviation string str represent a string هي الهنجيريان نوتشن دي invented by هنجيريان شارلس السيموني وده موظف في مايكروسوفت وهو اللي اخترع قصة الهنجيريان نوتشن فتعريف الهنجيريان نوتشن هنجيريان نوتشن is a convention on identifier naming it's mainly apply to variable naming but it can also cover the naming of function the notation is an attempt to formalize how variable name can indicate its type or purpose وده formal definition للهنجيريان نوتشن ناخد مثال مسلا لو انت عرفت variable integer اسمه age هتزود حرف i قبله عشان انتجيت اللي ده integer طب هي cd strongly typed language يعني ايه strongly typed language يعني لازم يكمبار بعمل type checking على الفاريبل الخاصة بيه بس ازاي ما قولنا انت بتكتب في نوت bad مصفحة كبيرة فاتيكي ساعات انت مش فاكر احتاج عرف الage d كان نوعه ايه انتجار وقى string فعشان اتجنب لنا اطلع تاني للسطور دي فوق تاني انت تخلي بالك في السبعينات والتابعينات كان موضوع editor ده صعب ازاي لو فاكرنا انكم ان اخدنا في الـ operating system ازاي نشتعل على الـ editor الموجود هو الـ page فهنا هيبقى مفيدة جدا في اللغات زي الـ weekly type language زي الـ php اللي ما فيهاش variable ما فيهاش sorry type للـ variables فانا لو عرفت variable اسمه وباعرف الـ variable اللي نبكت ب$ sine وبعدها h طب انا عاوز ايه انتجيت واعرف اللي قدام اللي بعدها اللي بعدها اللي هيجي يستخدم الـ variable ده انتجر فاكتب له قبليها حرف فده ملخص عليها للـ hungary annotation وعشان نبقى عارفين الـ hungary annotation اللي هي الـ type الطيب الاول من سميه system hungary annotation والطيب التاني من سميه apps hungary annotation system hungary annotation ده prefix include the actual data type بستخدمه عشان اعرف اشير للـ type بتاع الـ variable مثلا بي بازي ده بي هنا معناها refer اللي ده boolean variable دي هنا معناها refer to double variable لو كان f يبقى float لو كان icon integer لو str يبقى string اللي معناها الـ مش بستخدمه عشان include the actual data type بيقول اني هنا ده بتوضح الـ variable بستخدمه ليه وبيستخدم ازاي والـ scope بتاعه ايه ان size الـ indicator اني ده variable بيكونت حاجة الـ g الـ g هنا بي refer to انه هو global variable لو كان s معناها static لو قلني معناها local variable variable م معناها هو variable في class او في struct مثلا طب ايه المميز في الـ hungarian notation زي ما قلنا هو هيبقى مفيدة جدا في الـ weekly type language زي الـ php و bison hungarian notation also help to enforce consistent variable naming بتخلي الاسماء كلها زي تصياق واحد بتجبر الـ program اللي هو طبعا هستخدم i فهيضطر يسمى i عشان يعرف يفرق بين variable 1 و variable 2 انهم هبتدوا بـ i مثلا عندي كذا فهيحتاج يسمى variable بمسمى اوضح واكتر فهتجبر الـ programmer وهو يوضح اسم variable بتاعه عشان هو نفسه هيحتاج يفرق بين i الاولى وال i التانى الـ و الـ هنا الـ الـ يمكن توضح لـ الـ مشكلة في الكود نفسه لا مشكلة اما بخصوص المساول هي has موضة قديمة بخصوص تعتبر من الـ 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 ممكن برضو تحاول تحليها تسلب في ظهور مشاكل تانية مثل over reliance on global variable فكرة اللي انت فكرة اللي هو عشان يلاح دماغه في التسمامه يزود فكرة واستخدام global variables كثير فكرة الـ الـ انه هيبقى عندي كثير استخدام global الـ 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 ميكروسوفت تم اخترافها الـ في سنة 2008 قالت نصيحة don't use hungarian نوتيشن من انواع الـ hungarian نوتيشن طب حد يقول الممبر الفيكسس اللي هنكتبها هنا بعتبر system ولا اب مظهور اب لان اب الـ 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 الزيثة طيب لكن الـ 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 لا يستخدم انه ممبر ممبر من class او ممبر من struct هنرفه بدل ما تسميه برضو مختصر كده خليه description فالموضوه هيبقى اسمه تعال نشوف المثال ده هنا عندي variable اسمه m underscore d sc هو المفروض يكون نسميه string description بدل ما نسميها set name طب ما نسميها set description بدل ما نسميه string name سميها string description عندما نسميه initialization سوف نسميه this description وهو الخاص بالclass يسميه description ده غدابلتي اعلى واسهل برضه من المعنى encoding لو انت عندك زي ما هناخد قدام بقى هنجي نعمل factor class ويقولك انه مش صح اللي انت تتعرف اليوزر بتاعك اللي انت بتستخدم interface فلو انت عندك interface وشيف فاكتوري ليه تكتب قبليها i هو just shapefactory ويقولك لو انت خلاص مقبر الي انت تستعمل encoding لعندك طبعا انت عندك ال interface class وهتيجي تعمل implementation فلو انت فمنفعش لا تعمل encoding للانترفيس ولا تعمل encoding بس لو انت مضطر اعمل encoding فحتى بيقول ايه لو انت هتعمل خلاص فانت سمي shapefactory implementation or even the hideous c shapefactory is preferable to encoding the interface يعني بيقولك حتى لو انت هتبطر تعمل encoding برضو الانترفيس كأنه class لكن ما تعرفش اليوزر بتاعك لانت بستخدم i interface ومن النصايح بيقول لنا avoid mental mapping قصده mental mapping ان reader shouldn't have to mentally transfer your names into other names they already know يعني بيقولك لو انت تكتب code متكتبش variable انت عشان انت عارف ال team work اللي معاك معاني ال variable دي اختصارها ايه معناها ايه زي rtp فاني بيقولك انت شغال في project مثلا developer بيقولك مثلا ان r معناها url و t معناها url بتتوزاود protocol information وبيد اختصار لبروتوكول the query parameter ال query parameter اللي احنا بنبعده في url عشان نستخدمه من page للتانية او من form ل form تانية بيقولك انت ممكن تبقى انت عارف ان اختصاري ال 3 حروف دي كده ده ناتج من ايه ان ال team work اللي معاك هو بيعمل mapping ممكن يجي واحد بعديك يكون ال team يكون بيفهم ان ال r و t جاي من مختلف فبيعمل لها mapping لمعنى مختلف اخر و تقولك بس ده اكترى فكرة شورت names اللي اتكلمنا عنها في النصائح الاولى لما قلنا نختار اسامي يكون واضحة اكتر ونختار اسامي كبيرة لما قلنا نختار اسامي نستطيع ان نكون بها الشابل برده انت بتعمل بها الشابل و قلنا ممكن تستخدم one single اا قلنا مستخدمها في الصغيرة هنا بقى بيقول حتى لو انت استخدمها في الصغيرة يعني في سطر واحد او اتنين خلي بالك ممكن حد يفهم بطريقة غير لكن بيقول لك ممكن بقى في variable زي i g احنا كلنا عارفين لو انت اول ما تشوف اي انت بتعامل مع iteration بس عموما avoid single letter mapping نصيحة اخرى نصيحة اخرى بيقدمها لنا بو مارتن بيقول لنا تستخدم حسة الفكاهة او الدعابة عشان يبقى الاسم بتاعك الناس تتذكره تعرفه فتستخدم حاجة زي function اسمها walk to mean kill تم تستخدم كل على طول يعني ايه فاجة walk او eat my shorts to mean a poor استخدم فبيقول لك say what you mean mean what you say لان يجيب عليك ممكن ممكنش فاهم النقطة اللي انت اصدق بيها ايه تقصد بيها ايه بعدها يعني انت كان اصدق walk walk ده كان اصدق بيه ايه eat my shorts اعترى ال function دي كان اصدق بيها ايه لكن اما يقرأ معناها kill او kill process فساعدتها هيفهم دي تعمل abort او kill eat my shorts ممكن انت في دومين بتاعك يبقى فاهم معناها لكن هيجيب عليك مش فاهم معناها بيقول لك pick one word per concept اختار كلمه عشان تعبر عن معنى واحد فمثلا في المثال اللي عندي ده get articles fetch users retrieve page اما استخدم get get articles get users get page حتى انت لما تكتب research paper ورقة بحسية ويتقدمها دايما ممكن باسباب الرغط يقول لك انت عندك مثلا techniques وعندك مثل فتخلق انت تستخدم مثل 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 فالحاجات البسيطة دايما تفرق معي البروبوزر البحث او دراس الجادر بتقدمها للشركة عشان تاخد فاند او تقدم حتى السيفي بتاعك لك شوية بتستخدم تكنيكس تقدم بحث ريسيرش بحث عشان تنشره فالحاجات دي بتفرق كتير كتير جدا حاجات بسيطة بس هتأثر في مستقبل احنا خلاص خدنا بصفت ور وان وخدنا بل وان و بل تو ازاي نكتب كود ازاي نعمل سيستم ديزاين للبروجكت بتاعنا دلوقتي احنا بنحاول نخلي كواليتي بتاعتنا اعلى فما تزهقش تقولي الحاجات دي بسيطة لا الحاجات دي هتقع فيها بتقع فيها وكلنا بنقع فيها don't burn don't burn يعني جقولك ما تحاول تستخدم كلمات بها نفس المعنى لاغراض مختلفة يعني مثلا انت عملت فونكشن اسمها add عشان تعمل addition محتاج دلوقتي عاوز تعمل تحط data في الليست بتاع تعمل add the item في الليست فadd item هنا مش معناها addition معناها addition فما تروحش تسمي الفونكشن اللي هتعمل بها add في الليست اسمها add لا سميها insert هي مسمة لكن add معناها هنا بعمل بها addition او concatenation يعني استخدم مش معنى اللي هو بيقولك ده عكس العكس السلس الابيه هناك بيقولك استخدم one per concept يعني الكلمة بتعبر عن معنى واحد لفونكشن معينة او ليه اسكوب معينة من البيهيفور اللي بتنفزه مش معنى اللي هو فيه بيهيفور متشابه فيه المعنى التعبيري اللفظي لان اروح مستخدمها هنا add معناها بجمع وهنا add معناها add item للليست لا هنا add addition بقى استخدم كل الكونسبت فيها addition او صميشن استخدم add وكل الكونسبت الخاص بعملية insert لا استخدم كلمة add لا استخدم كلمة insert او append عندي برضو concept جديد بحاجة اسمها use solution domains قبل solution domains عندي حاجة اسمها problem domain ويهي solution domain الproblem domain بديفينز لكن solution domain دفينز ويهي او نبعنا اخر ان ال problem domain represent بتاع البروجيكت بتاعك لكن solution domain continue solution او الالجوريزم اللي انت استخدمته عشان تعمل تحقق ال requirement فلما بيجي يقول لك دايما تفضل تستخدم solution domain في تسمية the variable thedocumentation الهيجي بعديك هو programmer مش واحد شغال في اللي انت بتحلب يعني اصلا مش انت بتعمل سيستم لشركة صيدلة او لطبيب فالهيجي يستغل في الكود بعديك هو مش دكتور راجل programmer زي بحتاج يبقى يستخدم concept انت تستخدمها الالجوريزم التكنيكس اللي انت استخدمتها فما تسميش ما تحاولش دايما تقتر في اسماء الproblem domain حاول تقتر اكتر في technical domain او solution domain فعشان كده is usually the most appropriate course هنا بيقولك بقى في problem domain بيقولك برضو انت مش معن انت هستخدم solution domain بس برضو استخدم problem domain في الاجزاء الخاصة في كود خصوصا الجزء اللي هو خاص بالUI user interface استخدم الحاجات الخاصة بالproblem domain الاجزاء اللي في الكود محتاجة اكتر توضع فيها هتلاقي related اكتر بالproblem domain يعني خصوصا user interface دايما استخدم concept و اسماء function منها طلع اكتر من الproblem domain تمام؟ في النهاية يفضل بداية انك تستخدم اسماء منبسقة من solution domain من اما انت استخدم اسماء مبسقة من problem domain نخش على النصيحة اللي بعديها بيقول لي add meaningful context بيقول لي لازم ال variable اللي انت بتستخدمها هو ال function بتاعتك لازم تكون لها بتوضح السياق المستخدمة فيها فانت لو عندك function مثلا فيها variable وحد state يا ترى ال function ال state ده بيستخدمه عشان ايه ال 7 variable اللي هو ال function اسيقهم استخدامهم خلال ال function هاعمل بهم ايه ايه لازمتهم هل هيكونوا ببارة من ايه هل هم variable عاديين هل هستخدمهم جوة loop ايه ايه ال context ايه ايه علقتهم بال function ده فلما تلاقي بقى ال 7 variable قابليهم مثلا كلمة address قبل first name address last name هاعرف ان اسامي variable اللي انا بستخدمهم جوة ال function دولت علاقاتهم ال function دي اللي هي بذكرية ال address اللي هي هترجع لي هستخدمه عشان ا build ارجع string مثلا في concatenation من منهم عشان ابني بيها ال address برضو طب ايه اللي افضل من ده انا كاريت و استخدم ال variable بحيث لما يجي انده هستخدمهم اقول address اه عارف ان ده ان ال variable ده ضمن structure او context اكبر اسمه address don't add that مش معنى بقى ان انت خلاص لازم توضح كل variable توضح context بتاعه اللي مع كل بقى variable خلاص لازم اضعه بريفكس عشان اوضحه مطلوب منه ايه بقولك كده هتبقى حاجة redundant مش يعني لا تفتح تعمل لا تضيف له كل variable context بتاعه ولا تمنع لازم يكون الموضوع في توازن شوف انت هتحتاجه امتى الاجزاء اللي فعلا محتاجه توضح context بتاعه في حاجات ممكن تبقى redundant بتستخدمهاش عشان كده بقولك add no more context to name than is necessary لا تضيف context الى name زيادة عن الضروري الا في الضرورة فانت لو عندك class اسمه address وكريبت منه اكاونت ادرس وكاستمر ادرس اوكي تمام امتى ممكن تفرق بقى في اسهم الادرس لو في فعلا فرقات واضحة بينهم مثلا postal address make address url address بساعتها انا فعلا محتاج لعمل كل واحد منهم class بمسمى reveal its content او its purpose الهدف اللي هو محتاج ان نستخدمه وكده تنتهي المحاضرة الاولى ونلقاكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله وبالطفى